عاد في بلد غريبة ما هنش بتكلم عليك ما حاديش عايز بيك انت منين وطب ارازيل بتقوليها لعلى مصري خناية مع اللعيبة دفوع عليك حاجة كلام من ده هي دي الكورة غريمة في حق الكورة يعني عمتا ولا سيبتوني يمشي ولا سيبتوني ألعب في الفاترة دي بقى انت أنا عايز ألعب جعان جعان هاتي ليجا ما خدمتش وكده كل حاجة ما خدمتش في الظروب الوقت كده وكت سايدة عندي 19 سنة يعني مش نجم مصري يعني ده الناس من هنا عايز أتراك بريمان ليجا لده السلام عليكم يا أصحاب العزاء أهلا بيكو حلقة جديدة من جول كاست وضيف جديد ضيف مهم ومميز وحلقة المرة دي من الحلقات القليلة اللي ضيفي فيها بيكون لعب حالي يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كانوا كانوا لعبين ممكن يام حاليين بس بعاد عن المشهد في مصر شوية ياما لعبين معتزرين نهاردة واحد من نجوم الساحة في الوقت الحالي من المواهب المتفجرة واللاعبين المهمين جدا واللي على الخريطة بقوة في الكرة المصرية واللهيب وكمان حديث مهم الفترة اللي جاية هو نجم نادي الأهل السابق ولعب هنتكلم بقى هو دلوقتي وضعه ايه بالزبط هو الكابتن أحمد حمدي لعب الأهل السابق ولعب سي اف مونريال الكندي في الامل اس كابتن أحمد منور الدنيا حبيب عبر رحمن وبسط لنا معك والله وإن شاء الله تبقى حلقة سعيدة كده ومبروك البرنامج وإن شاء الله نجاح لنجاح بشكرك طبعا وبشكرك على قبول الدعوة في توقيت مهم أنا عارف توقيت وحساسيته يعني فبشكرك شكرا جزيلا احنا بنصور النهاردة يوم ايه نهاردة 4 ديسمبر نهاردة 4 ديسمبر نهاردة يوم الاتنين 4 ديسمبر بنصور في التوقيت ده عشان برضو ايه اي حد هتفرج عليه في اي وقت يبقى فهم الحالة للوضع اللي احنا فيه انا وعدتك وقتلك اجيلك طيب النهاردة كده حالا الاخر اخر مستجدات يعني لسه كان نزل بوست على سي اف مونريال السوشيل ميديا الوفيشيل سوشيل ميديا ان انتهى العقد بتاعك هناك ايه اخر حاجة حصلت يعني ايه الوضع الحالي والله الوضع الحالي خلاص انا عقدي بنتين معهم في في يناير و لسه خلاص يعني بشوف حاجة تانية لسه ما قررتش اروح فين اا ان شاء الله يعني بادور اللي انا اروح مكان يبقى مناسب لي او مناسب لقدراتي وادر ازار فيه بشكل كويس يعني بس لسه ما خدتش اي قرار والله لغاية دلوقتي طيب انع عموما انا اتكلم في كل ده والاختيارات المتاحة والناس ممكن تكون متوقعة. بس اولا انت بقى لك كده كم سنة في الدور الكندي ثلاث سنين تقريبا. بقى لي ثلاث سنين. في الاملس. في فريق سياف مونريال الكندي اللي بيشارك في الاملس. او يعني هو بعيدة على الناس شوية الاملس بس هو فيه ثلاث فرق من كندا اللي هم ترونت وفانكوفر ومونريال. والفرق بتاعت امريكا يعني طبعا نظام مش عارف. اه. اه. يعني است وويست. اه. معطين حسب المنطقة لان امريكا طبعا كبيرة جدا. جغرافيان صعب ان كله لعب مع بعض. اه الصفر فيها صعب شوية بس هو دوري اه تنافسي لدرجة كبيرة اللي هو الكل الفرق شابه بعض فكل كل حاجة متوقعة في اي موطش يعني. بس والفترة اللي انا كنت موجود فيها استفدت كبير اوي يعني من الاحتكاك ومن الخبرات والمدربين اللي اتعملت معهم والصفر. فانا الحمد لله راضي على الاستفادة كبيرة اوي من الفترة دي. اه. قل لي بقى فعلا يعني الامة الاس وانت رايح في الاول. اه. خد بالك برضو اللي لعب مصيرين اللعب هناك عدد قليل. يعني لعب عمر طريق لعب علي غزال. اه. هناك شوية برضو. شوية. اه. اه. الناس طبعا دايما بتحس فين تباعة يعني ان شوية ايه. طبعا عارف ام الاس ودلوقتي ميسي بيلعب هناك يعني كمش محتاجين. بس الام الاس مسلا قوي ضعيف. اقوى من دولت في اوروبا. يعني بتشوفه ازاي او بتقيمه ازاي. انا بقيمه يعني اكتر حاجة بتاع جيم دي فيه اللي هو الدوري كله اه تنافسي. الفرق كلها شبع بقى ممكن السنة دي فرقة بتفنش الاخير لا هي السنة اللي بعدها بتفنش اول. اه. كل الفرق واللعيبة بتاع الاندية. اه سواء اللعيبة بيقسموا اللعيبة دي بي و يونج. فهو. فهو. في الديزايينيتد بلايرز اللي هم السوبر ستار. السوبر ستار اللي هو بيقولوا دي بي. اه. فباستكتبوا لعيبة صغيرة واستكتبوا لعيبة كبيرة وعمار صغيرة. يعني داخلين باستثمار بقوة يعني. فهو كدوري انا شايفه دوري سنة عن سنة بعنجح دلوقتي بيبيعوا لدوري الابل تيفي بيجيبوا ميس الدوري. سوارز هيروح السنة الجاية. فلا هم سنة عن سنة بيتطوروا. سماعة اللي في مستثمر مصري اشترى نادي هيدخل بيه السنة الجاية. والله. فلا دوري. ممكن. اسمه معروف يعني? اه. اسمه معروف? على ما اعتقد ده. اه. بيحاولوا ياخدوا الكورة دي بيزنس يستفادوا منها بيجيبوا لعيبة من امريكا اللاتينية وارجنتين برازيل. ممكن عشان فارق التوقيت هنا في مصر. طبعا صعب. صعب اللي انت لما تشعر بتبقى الفجر فمش متابع قوي في الشرق الاوسط. بس في العالم كله الناس بتتفرج وبتتابع. اه. بس. برضو بشوف يعني مسلا الاستادات والجمهور وبجد بشوف مترحش يعني بشوف حاجة شيك قوي يعني. هم بيهتموا بالفاصيلة بتاع الاندي يعني ما ينفعش تدخل النادي من غير ما يبقى عندك اه هدواتك اللي هي اه الاسطاف الملاعب البنية التحتها زي ما بيقولوا الاستاد. اه. اه. طيب بيبقى تزاكر بيبقى تشيرتات كل ولاية عليها الجمهور بتاعها بتخش اي نادي بتلاقي ستين الف وتفرج مسلا بيتفرجوا عليك. فحاجة كويس يعني. المطشاط بتاعتكم مسلا في سيف من ريال ايه معدل الجمهور? اه يعني ما ازور المطشاط اللي هو الاستاد بباسول داويت اللي هو كله متباعة. مطش عادي في الدوري. مطش عادي في الدوري. لو جيت اروح ما عرفش اروح. بزبط اه في ناس بالله هي تشتير اللي هي تزاكر الجمهورية. فلا. انت هناك في المدينة معروف يعني مسلا الناس. هم المعروف بتوع كورة هم ممكن الكورة مش مش اول لعبة عندهم يمكن في الباسكت في امريكا فوتبول كده. بس اه. في ناس اه يعني مش مش زي مصر مش مجانين كورة زي مصر بس اه لا في ناس بتشجعك وفي ناس بتيجي وراك وانا بنروح اه بلد تانية في جمهور بيجي وراك يعني. بيسافر مخصوص. اه بيسافر مخصوص. اه بيسافر مخصوص. ام قالوا يعني قالوا ان ميسي عارف يمارس حياته شوية هناك انه بيعرف يمشي في الشارع. الناس مش كلها مجانين كورة فهو مش برغم ان هو ميسي يعني بس بيقول لك بيدخل سوبر ماركت عادي وبتعامل. اه هو طبيعة الناس بيتسيب لك مساحة اللي اه الحرية البناء ادم اللي هو انت اه انت هنا لازم تقفت اه تتصور مع الناس كلها لان هو هو الناس هنا بتحبك اكيد يعني الناس هناك بتحب بس بيسيبوا حرية اللي هو مع عيلته مع اطفاله. ما يمتعش اروح له وهو مع رسرته. اه بالزبط ما دايقوش يعني. هنا الناس بتعملها بحب. اه لا 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 لا. الناس هنا بتحب اللعيبة بتحس اللهم بيحسهم اللي انت انت خوي يا فاهم او انت اللعيب بتاعي يعني. بس في مشكلة ان ان تحس برضو ان اللي بيروح الامل اس بيبعد تماما عن الانظار يعني. وانت هناك ما ما حسيتش ان انت برة خريطة الكرة في مصر. اه مش قوي بس اه بس عاد بحسها لان بلعب مواطشات. اه بلعب مواطشات استعراب على الفجر في كل الناس. عائلتي وصحاب بس بقادي تفرج عليهم اللي ببعتولي. هنا في مصر اه او كي او في اوروبا مثلا التوقيت اه مختلق. بس في ناس بتبعي يعني في ناس بتبعتلي بعد وكل مواطش وكده. مش مش مية في المية بس اه يعني فارق توقيت. اه او الباد شوية. البرامج اه التلفزيونية مسلا. اه المنتخب ببقاش ليه علاقة لانه بس بقى متابع كله بس يعني بالتحديد الميديا بالذات يعني الاعلام دا دايما زمان يعني من انا صغير ممكن اه الناس دي اللاعب طبعا الليفل اعلى بس يعني ميدو مش عارف ايه عمر زكي الناس دي بقى كده طبعا بقى صلاح وكده عارف انت بعد كل ماتش لمسات صلاح ولمسات مش عارف مين. انا بشوف الاعلام هنا اه اهل بزمالك. طبعا تقال لي. لأ يعني اللاعب المسلا اللي بتلعب برا فما بتخدش قادر اللي مش مش انا بس او يعني سواء يعني فيه مرموش مسلا في المانيا دلوقتي من هدفين دي الدوري يعني حاجة كويسة جدا فمسطفى مثلا من هدفين دوري فرنسي فلا تلاقيه بيتكلمه ما بي ما بشوفش الاسبوت عليه قوي من الاعلام بالزبط. باللي استحقوه يعني الناس دي بتلعب من احسن خمس دورات وهدفين ومشين كويس تريزي جيء. فالناس ممكن صلاح بياخد شواء عشان هو. طبعا. خلاص. بلعب في بربول ودورة الابطال. بس الناس دي بتتعب جدا وعملة حاجات كويسة وبشوف الاعلام مش ميديهم مية في المية. اه بيتكلمه وبيديهم مقدرهم بس مش. بس ده مرموش انت يعني. على السيرة يعني. لأ ده مرموش تحس ان ان هو بيتعامل في الاعلام هنا كأنه بلعب يعني اه في حاجة كده يعني. اه اه. بص على على جدوى الهدفين الدورة المانية تتخض يعني. اه في الزبط يعني اه مش عايب جايب عشرة جوان او هداشرة جوان ما شاء الله ربنا يكرمه يعني مصطفى كزلك برضو. وخبالك اللي اتنين بلعبوا مش عندية قمة في الدورة فدي بتبقى صعبة على المهين. يعني مثلا مش بلعف بريس او بلعف الباير عشان يبقى الهدف زي هريكين او مبابي. لا ده هو بلعفة الف. اصعب. اصعب. يعني اللي هو بعمله دلوقتي اصعب. بس ربنا يكرمه من الاتنين لعيبة وترزجي برضو. في لعيبة كتيرة يعني. تستحق. انا بحس للدنيا هنا ما بتصبرش مية في المية الناس اللي بتبقى بره يعني. صح. يعني بحس اللي هم مركزين قوي مع اهلي وزمالك ومع الدوري وكده. بس بحس الناس دي لازم بتاخد شوية. يعني. حقها الادب اكتر من كده. اه يعني بالزبط. طب. لو ما بيقدموه. صح. دي حاجة بتاخد من طاقة اللعيب شوية يعني يعني مسلا ايه. اه في الفترات الصعبة ودي كنت بسمعي من لعبك اللي هي علاقة بيها يعني برا. يقول لي مسلا هنا في اوقات اكيد صعبة بتعدي عليك مسلا ما بتلعبش مسلا مدرب مش عارف ايه. اه فبيجي يقول لك يعني انا كمان بعيد ووحدش عارف عني حاجة وكمان ما بلعبش طب. على مندب ايه. يعني بتبقى عامل من عوامل الهمدان والزهق يعني. بالزبط انا بشوف بقى النقطة دي الناس اللي حواليك يعني. اكيد بيجي لك فترة مسلا انت مصاب ما بتلعبش. اعاد في بلد غريبة ما هنش بتكلم عليك ما هنش حاسب بيك. ما هنش حاسب المجود اللي انت بتعمله. فاللعيب بيستسلم يقول لك انا هرجع لعب هنا وهبقى نجمه. وهتعب نص التعب اللي انا فيه ومع صحابي ومع اهلي. فلو مش حواليك الناس تقول لك لا استنى اصبر اه ربنا مش هيتعب. مش هيتضيع تعبك. اه انت ماشى على الطريق الصح. ففي ناس بتهمد وبعد سنة بعد ست شهور بتكرر لها ترجعيني. ما جات لكش فترة دي? جات لي انا مصاب. اه لما تصابت فترة حسيت اللي انا لأ في انا في وقت صعب. بس بصراحة يعني كل الناس اللي كانت حوالي الدايرة اللي حوالي يعني يوقفوا معاك بي. بس روحت والترى ما انا افكر ارجع مصر. مش بفكر بس يعني انا انا يعني في الفترة دي انا تعباني. اه. بس اه. بس اه. بس جات في بالك الفكرة قصدي يعني. اه جات في بالي بس اه قلت لأ يعني انا اطلقت والاخر نفس انا هكمل برة يعني مش مش عايز ارجع وما انجحش لانا ان شاء الله هنجح يعني. بتوفي ربنا او الحاجة وبتاع بي ان شاء الله هنجح يعني. اوكي. ما حدش بساعد حد في الكرة فانت اللي تساعد نفسك يعني. صح. في هناك اه مطلوب او كان مطلوب منك تتعب اكتر من ما كان مطلوب منك تتعب في مصر. يعني انت لعبت في الدوري هنا وعادت مطلوب مش قليل. ولعبت هناك. فعلا هناك لو عملت نفس الموجود بتاع مصر لا لازم تعلب اللبك. اه شوفي بقولك تبقى ملتزم اكتر يعني تلتزم واستمرارية يعني. يعني كل يوم لازم تزحى الصبح ولازم تروح تمرينك ولازم تروح الجيم ولازم تاكل كويس. فهو تعب اللي انت بتكرر اليوم ده كل يوم. وبتستنى اخر الاسبوع تستنى نتيجة المطش. ممكن ما لعبتش ممكن اه ما توفقتش. فبتعيد نفسك. فهو الاستمرارية اللي هو انا دايما شغال دايما شغال دايما شغال دايما شغال ومستني النتيجة دي بتاعت ربنا توفيق بتاع ربنا. بس هما هناك بصراحة يعني بي هيقولك الجو يعني مش كل يعني مش مش عايزة اقطع فلندها في مصر في وندها في مصر كويسة جدا وعندها كل حاجة. بس هناك بيهيائك اللي انت تبقى مية في المية. يعني زي مسلا ابرز الفوارق مسلا. حاجات اللي انت اول ما روحت كده قلت لأ ده دي مريحة دي دي تمام قوي يعني دي دي تساعدني ان انا فعلا انا امينتين الليفل يعني. هي يعني است استقرار انت عارفها تلعب امتى وعارفها ترايح امتى وعارفها تغيق اجازتك امتى. والجدول محطوط معك 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 مدارب احمال معك مدارب في الجيم. كل الملاعب بتساعد برضو والتدريب بيساعد كل حاجة بتساعدين. اوكي اه. والناس دي كمان الليفل الفهم اللي عندهم نيفل العلم اللي عندهم اكيد اعلى برضو. اه بالزبط يعني بيبقى موجود ناس كل سنة بيدرسوا الجديد في الكورة فبيتوروك في النقطة دي. ايه احلى المشروط اللي بتاها انك مسلا. عملت ملخصة سنتين دول ايه يعني. اه برضو للناس اللي هي دلوقتي بتتفرج مسلا ما ما تعرفش السنتين دول وقعوا كده معهم. اه. سنتين كويسين وحشين متوسطين. ايه الاخبار. اه كتبات محل لنا يعني الخطوة دي تبقى السنة واروح مكان احلى. احسن بس التجربة فديتني. اعملت مطشرة كويسة جدا واشتغلت مع يعني واحد من الاحسن المدربين اللي انا شفتهم في حياتي يعني استفدت منه كبير. هو ويلفريد نانسي هو دلوقتي يخد البطولة من بتاعة الميلس الجروب اللي احنا فيه يعني كان بلعب النهائي من يومين كسب ثلاثة اتنين. يعني. مع نادي ايه دلوقتي هو? مع نادي ايه? مع كولومبوس. مع كولومبوس اه. اه. الواحد كان سعيد واللي هو بتمرم معاه وقد ايه الواحد بتطور يوم عن يوم. اه قد ايه الواحد فاده في الملعب على فهم الكورة وفهم اللعب. اه يعني ده من الحاجات اللي انت فاكرها متشاط كويسة عملتها هناك. والله انا عملت متشاط كويسة جدا يعني كاداء بس كان فيه متش مسلا انا نزلت اه كنا خسرين كنا بلعب سنسيناتي كنا خسرين تلاتة اتنين. لا لا كنا خسرين تلاتة واحد. اوكي. نزلت كنا خسرين في الدقيقة خمسة ستين يعني. اه ربنا كرامني وجبت كونين وفي حد تاني جاب جون. وكسبنا اربعة اللي اتين في نس ساعة. من من احسن اللحظات يعني اللي انا اه حضرتها. اه اه عملت متش كويس او يدن منتر ما ايميك كان اه يعني ده من احسن متشاط الواحد. قبل مسي ولا بعد مسي? نا لا قبل مسي. كان متودي بتاع. بتاع فرنسا. بتاع فرنسا. حتى انا لقيتوا بعد الماطش يجي يكلمني. انت منين وطب ارازيل كلها لعلى مصري. اوكي. عملتي متشاط كويسة ويعني اراضي يعني الحمد لله يعني. اوكي. اه بما ان الكنتركت او العقد خلص وما تجددشي. اكيد اخر سنة دي برضو ما كانتش يعني مثالية يعني. او كنت عملت ازاي? اه. الواحد بي بيطلع عبيل الموسم اللي هو يعمل كزا يحدد نفسه اهدافه كده. ممكن انت وصلتش لاهدافك بس استفدت من الفترة دي يعني. تعوي السنة اه. مكنتش بيلعب باستمرار. بس بعد كده انا فنشت الموسم كويس وبيتلعب والدنيا بقت اه تمام يعني. اه امكان الظروف النادي ما نساعدنيش اوي احنا ما كناش كويسين اوي السنة دي. فالنتائج ما كانتش احسن حاجة. بس واحد الفترة اللي لعبها يعني الحمد لله كان راضي عن نفسه يعني الحمد لله. المنتخب بقى على مدار سنتين تالي مفيش استدعات? اه يعني هم دايما بيستدعوني في القايمة وبعد كده ما بقاش في القايمة النهية بس رحت مع اسكر اه كموجود وقتل الكابتن عب جلال يعني ولعبت ماتش اه كوريا. الودي. الودي اه. الودي اه. الودي اه. كان دبل اللي هو شبيا وكوريا. اه وبعد كده. لعبت انا في ماتش كوريا ده لعبت الماتش. يا طب الودي طلعت في الدهار حاجة وتمانين يعني. مم. حمد لله كنت ماد كويس يعني. نتيجة مخدمتش. طبعا. بس. كل حاجة مخدمتش في الظروف الوقت اه بس عملت ماتش كويس يعني الحمد لله. بس بعد كده بقى جيه في توريا كنت انا بقى لمرجعة النادي تصابت اصابه عاد شهرين تلاتة يعني في هاد ما اسكر تسعة وعشر واحداشر ما جيتش. هو بقى. ان شاء الله يعني الواحد بيتمح له بقى الفترة الجاة. بس متواصلين يعني متابعينك عارفين. اه كل ما اسكر بيبعتوا لي يعني بس ببقاش في القايمة انها اي يعني. بس دايما بيتكلموا يعني. بس بيحصل تواصل بقى ببقى مجهز نفس اللي انا اجي وبعد كده بحصلش نصيفة. اوكي. طيب اه انتبع متا بدايتك من الاول خلص كانت في الاهلي? اه انا رحت في الاهلي وانا عندي تمان سنين. وبدلت في الاهلي اه كده رحت اعراجونك انا عندي تساحتاشر. اه لا اه ما طبعا اه. اه 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 اجريد يا لسه. لسه مكمل. اه اه. اه اه. امكان لعبت صغير اوي في النهي. لعبت وانا لسه سنة واعمة ستاشر سنة. لعبت فريق اوي. اه لاعبت فريق اول في العلي يعني. انت من الناس اللي لعبت بادري فعلا. اه لاعبت بادري. ايه. وكان الناس كلها دايما بتتكلم ان ده. اه. جاي وبقوة وكده. اطلعت فترة ايام جريده. كان الفين وخمساشر الفين وستاشر. كده كنت بتمرن يعني لما يبقى في العيبات دولي. دي وقت سبعتاشر سنة. دي وقت ستاشر سنة كان عندي ستاشر سنة. بعد كده بدأت بقى دانيا اول موتش كان بسيره. اوكي. كان فترة بقى فيها كابت حسام غيلي عبدالله صالح. اه كانت مجموعة كويسة واستفدت منها وكان فتحي متى. فتحي كابتن متى. حجازي شريف الكرامي. فالواحد استفاد من الفترة اللي كان موجود معهم. ما لعبتش كتير برضو بس استفدت يعني. بسيره كان كان بالنسبة له اللعب الموهوب ده برضو حاجة بيعملها معاملة خاصة. بالضبط اه يعني كان مدربين كويسين او الواحد اتمرر معهم. مش عشان لعبني والله بس اه كان فكره في الكرة كويس. التمرنات كويسة. كان عامل نظام لعيبة. بيفهم في نوعية اللعيبة. كان بيحب لعيبة الكورة قويين. بس ما طولت يعني كان جاله على بورتو. جاله بورتو. مش يعني. بعد كده جي كابتن زيزو. بعد كده جي مارتنيول انا معتقد يعني. ده بقى مع عمري ما حدش اكل في مارتنيول ده. لا الله يعني مش يعني ده كويس. بس. هو طبعا مارتنيول اسم جامد وهو معرفة مهم كان. بس سبحان الله يعني فيما الاهلي تحديدا. انا فعلا بجد يعني حتى طريقة تعامله مثلا مع اللعيبة. طريقة كلامه مع اللعيبة. حاسست ان هو خسر قط اللبس كلها. هو هولندي والهولنديين اه اه اجريسيف كده دايما فتحيز اه لا هو يعني اكيد عايز مصلحة اللعيبة او لو بيعنف حد عايز مصلحة يعني. بس هو يعني ما اطولش فمعاش نجاحات كبيرة يعني في الاهلي. مم. ساكت بشوفهم ده بكوائز مرضو يعني مش اه. اوكي. بعد مارتنيول طول جي كابتن حسان بدري? بعد اه 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 ما اطول جي كابتن حسان بدري. الفترة دي بقى يعني انا قررت اروح فتت معايشة في ادونيزي. مم. وبعد كده جالي اعرض من هناك. كان بفلوس كويسة هما الادارة والنادي ماردوش يعني. بعد كده في فترة لقيت نفسي يعني ولا سبتوني يمشي ولا سبتوني ألعب. فما لعبتش فترة يعني وبعد كده قررت بقى لأنا. تروح الجونة. خلاص انا عايز ألعب يعني خلاص وقت في السن بيعدي و لازم ألعب الفترة دي. بصراحة يعني من احسن الفترات اللي الواحد عاشها كانت في الجونة يعني. بس انا وقتها عارف يعني قبل ما في موضوع الجونة ده نتكلم فيه. بس قبل القصة دي. انا كواحد مثلا متابع من برا واحنا كناش على تواصل ولا اي حاجة بس. انا قريت موضوع احمد حمدي ادونيدي. وقريت ان هو انت روحت معايشة روحت فعلا. روحت معايشة اه. بعد كده قريت ان هو عرض رسمي. في يعني عرض رسمي من ادونيزي اترفض. بعديها بستة شهور عرض من جونة قبل. يعني معقول يعني. انا وكده قريت دي جونة مع كامل الاحترام طبعا. يعني انا لو لقيت انا ما عرفش ممكن نفسي تتبع عاملة ازاي في الوقت ده. اه يعني اتضيقت وكل حاجة وكانت فترة مش احسن حاجة معاي بس خلاص هي دي الكورة يعني مش مش تقف عند حاجة معينة وخلاص انت ملتزم بعد مع النادي والنادي رافض الفلوز دي ورافض اللي انت تروح. فاكر الارقام? اه كانوا معرضين ان هروح عارة ومتين وخمسين الف يورو. اوبشن طوباي مليون متين وخمسين. مم. ولعيد ما بيلعبش يعني. في الاهر. كنت سعيدة عندي سعة عشر سنة يعني مش مش نجم مصري يعني. طب والمعايشة كانت عاملة زي بما انك روحت يعني. اه والله رحت عملت عشرة يام كويسين جدا. اول حاجة روحت مرحتش على. راحتك يعني بالسماء البريميفيرا. اه اه سكنتي. اه اتمرنت معهم مرينا. كانت وقتها هما في بريسيزون يعني. اتمرنت وعبت معهم ماتش ودي. عملت ماتش كويس قوي. جبت جون وعملت جون. بعد كده التاني يوم اه ودوني اتمرن بقى مع الفيرس تيم. كان وقتها بتاع الارجنتين. اه. فوفوانة اللي بلعف في النصر السعودي. اه فوفوانة. انا اه كان وقتها عنده بلعب برونو. وبرونو راح سامبادوريا. اه. برونو فرناندز. اه اه اه. خمف ايطالي قبل. اه. قبل سبورتينج بكده يونايتد. اه. اه. فجات فرقة كويسة. يعني اتمرنت مع برونو في الملعب يا. لا كان هو ميشي بقى. كان لسه ميشي. اه. كنت عرفت يعني كنت بقى يعني بشوف الفرقة وهو ما كانوش اسامي بس افتكرتهم بقى لما بقى ذي الوعي. اه. 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 مرونت وعملت معهم تمرينات كويسة. وعملت معهم مواطشات وديها كويسة. وهم وقرروا اللي انا. انهم يكملوا في الموضوع. اه. يعني حتى وانا هناك لقيت ناس كتيرة بتكلمني. طب تعال انا وديك نادي تاني. طب مش عارف ايه. اللي انا كنت ماشي معهم في الايام دي كويس. رجعت النادي طبعا قلت النادي. يا ساعدنا انا كده كده. ملعبش. ملعبش اه. يعني كاي. ارقام كويسة جايب داني. مش رحش. مش رحش. على سن يعني. اه. لأ. وانت مستقبل النادي وكده. كلام من ده. وبعد كده. رجعت عادت فترة مع كابتن حسام. ما لعبتش برضو باستمرار. طب بقى ايه. يعني معلش معاي. مين اولا اه. رفض عرض اودونيزي ده. مين مسلا. اي نقاش ضربينك وبين حد مسلا نقلولك. انا كلمت الناس كلها كان وقتها كابتن حسام بدري مدير فني. كابتن سيد مدير كورة. اه باشماندس محمود طهر. اه كان هو. تواصلت مباشرة على الثلاثة. يعني انا هو وكيلي تواصلنا مع الناس كلها يعني. لو كان وقتها مين وكيلك? كان كريستين برد. اه كريستين برد. اوكي. ده هو وكيل النيني بردو. اه. نفس الشركة اه. 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 ما حصلش نصيب خلاص كان وبردو كان التوقيت لان انا روحت في بريسيزون وانتقال بتاقي في الواحد وثلاثين تمانية وكت انا مسافر في شهر تمانية ورجعت كان قدامي بس اسبوع. لغاية بقى اله. اله. اه. فبوزت يعني. اوكي اه. طب هو لما قعدت وما لعبتش بقى. يعني. اه مدالة ده يعني اللي انا قعدت ما لعبتش فخلاص بقى انا قلت لازم. اه. كان جالي بردو قبلها عرض براجة لما. براجة ببرتوغالي. اه يعني. اه الفيوز مكعدتش في احسن حاجة بس انا وقتها بردو ما كنت بقى العفة. يعني. تشايف اللي انت تسبني بردو يعني. انت عارف بردو اللعيبة لما بتروح ستاشر تمنتاشر ساحتاشر. ادي بيو سبوروا عليها. طبام. اصرصهم بتضاعف يعني. بتضاعف. تأسس احسن. اه بالزبط اه. اه. كان وقتها بزيرو اللي راح براجة ولما مشي من بردو. وقالي عرض من هناك بردو بس اه. النادي بردو كان شايف اللي انا عاد في النادي وكده. بعد جاء بعد كابتن حسين بقى جي كارترون. اه كان كارتروني. انا طلق كررت بقى في الوقت ده اللي انا خلاص هروح العب في اي حتى وبعد كده. لان انت برضو ما بتقعد الوقت بيزيد فهم? كموضوع. سنك بيكبر. انا بتخدش خبرة في حاجة. انا بالزبط. طب ليه ليه لعيب ده سؤال وجودي يعني بجد يعني. ليه لعيب مسلا مصري يبقى مقنع بالنسبة الاودونيزي وبراجة ومش مقنع مسلا لنادي في مصر يعني كابتن حسين او كده برضو مش قصد حاجة يعني فهم? بس بس ازاي مسلا لعيب بيجي له عرض مسلا من الاودونيزي. مش عارف يلعب في مصر يعني. ايه في حلقة مفقودة كده يعني. مش عارف يعني. يعني السؤال ده. يعني كلها في مصر مسلا فيزيكال اكتر هناك فنية اكتر ولا ولا هي مجرد بس ازواء. انت وشايفينك مسلا برا لانت لعيب عندك حاجات اه مش هتروح تلعب في حالة يعني ممكن ياخدك وتطلع هارة وتلعب تاخد كاكب وبعد كده يستسمر فيك تجي تلعبا زي ما بيحصل مع اي العيب صغير كده. انا ممكن بقى ضغط اهلي وزمالك وجمهور وعايزين لعيب جايز. مفيش مساحة بقى. مفيش مساحة محطش هصبر عليك ماتش اتنين. انا احنا عايزين لعيب جايز كده يعني فهم? فعشان كده انت بتحس مسلا اي فريق اعماره مسلا مت فول تلاتيني. اه في مصر. ايه. فما فيش. من العيوب الدوري هنا. اه بالضبط. زي كمان يعني مش بحس المدربين لازم يتعبوا اكتر مع اللعيبة يطور. اه العيب عليه عامل بس اه مش اللعيب اللي بيروح يدرس كل يوم ويشوف اج جديد. صح. ويتطور اللعيبة الصغيرة ويتطورهم فكريا وزهنيا وتكتكيا في الملعب وفيزيكال كل ده اه العيب عليه عامل كبير. اللي هو يقدر يحافظ على نفسه. بس انت بتشوف دلوقتي مسلا لعيبة كتيرة لما تلعب مع مدرب اه يعني مسلا انا اعديك مثال ديزيربي مسلا. في بريتون اه. هم بعملوا ايه هم بلعبوا الكرة كوائسة جدا بيجيبوا العيبة رخيصة جدا بيبقوا باركام قدي كده. كل ده عشان الكرة اللي بيقدمها والتطور اللي بيدي لي اللعيبة. شوف اللعيبة دي لما هي بتبقى معاها ولما بتخرج في معاها. هم. وقبل ما تبقى معاه. هو قبل ما تبقى. يا احلى بقى كمان. ها ها ها. يعني هو بيبقى جايبه من الكوادورة او من الارجنتين من ريفل بليت. وبعد كده بيروح. بيمفجر. بيمفجر فهم. هم. يعني ده نسبة لك المدرب مربط الفرس يعني في القصة دي. لا اعمشوف في الفترة دي. المدرب اهم ما عامل في المنظومة. يعني انت بتشوف في مصدتش سيتن بارها بص العيبة بتلعب ازاي او 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 كلوب مسلا او او اي مدرب. مش لازم حتى الليفل ده يعني عارف بتكلم حتى على اي. انا اجبت لك الليفل اول اللي هو دي زيربي. الزبط. يعني مسلا انا ما كنتش عارف دي زيربي ده انا لما هناك بقول لك ده من كوتر ما هو بيعمل سيرش وبيشتغل وبتعب. كان بيجيب لنا دي زيربي ده كان ماسك ساسولو فجيب لنا الاقطات. المدرب بتاعك في مونريال. اه. يجيب لي الاقطات. يستشهد بدي زيربي وماسك ساسولو قبل اصلا ما يبقى. اه بالزفت. ويبعت لي مسلا بعد التمرين انا اتحركت كده. اه لان لعبت البصح بس او مش عايزنا اتحرك كده. او مش عايزنا اجيا ستليم كده او او. وحركت الجزء. يبعت لي لقصة من التمرين. يبعت لي ثلاثة اربعة دقيقة يقول لي مسلا انت مفوط تعمل هنا كزا. من التمرين. من التمرين مش من المطش. اه. عشان ده اللي هنعمله يوم السبت في المطش. فالحاجات اه هي اصوارة. يعني تحليل اداء جوه التمرين. بعد التمرين اللي اطات ليك في التمرين. في التمرين. اه. لا دي حاجات اه. فا. يعني. يعني. بشوف مش مش بعيب عليهم بس يعني. وهو كل سنة في حاجة جديدة. يعني. اتعب بختار من كده. اه زي ما انت بتطلب من اللعيب اللي هي تتعب بطعب برد انت. واشتغل معهم يعني. انت بتشوف مواهب. انا الواحد شاف مواهب هنا. جامدة جدا يعني. بس هم بنقف عند حاجة معينة. يعني. يعرف انت اللي هو بتقف عند مش كل يوم يعني مسلا تلاقي اللعيب مسلا في اوروبا هو كل سنة في حاجة جديدة. يعني في نيسوس مسلا لما راح مدريد. ما كانش اللعيب اللي هو بتاع دلوقتي. صح. هو كل سنة بيزيد. ولا كان معدل تهديفه كده. اه. ولا كان تصرفاته قدام الجوم كده. يعني ولا. اه. اه. رودري مسلا لما كل سنة في السيتي ست سبعة ثمان سنين. هو كل سنة انت بتتفاجل رودري ده. بيكتسب حاجة جديدة. اه. صح. مش مش فهلاوة يعني. اه. فده بالنسبة لك الفارق الرئيسي بين مسلا الكرة المصرية والليفل الاعلى اللي هو موجود برا. بزبط اللعيب لما بلعب في منظومة بيزيد مسلا لو هو ستين. لأ هو بوصل تمانين دسعين. يعني. هو قد ايه هو عارف هيشغل ايه. فاهم. عارف انت لو تلعب مع حد عشوائي. فانت خلاص. مش عارف تعمل ايه. ايه. اه. انت ده كان محلو برضو موضوع الاستسهال يعني. يعني انا بحس احيانا هنا ان ان المدربين اه هو بيختار مسلا افضل حد عشر عنده. مسلا. او خلاص. او في مفوجة نظره يعني. لو والله واحد ما قداش او او. فبيبدل مسلا الماضش اللي بعده بيطلع اتنين ويدخل اتنين اللي هم عليهم الدور. والله ما قدوش بيطلعهم يدخل اولين. بس. وليالين المدربين اللي انا شفتهم. وانا بتابع عن قرب يعني فترات كتيرة. اللي هو الماضش ده. او بيشوف مثلا اللعيب ده نقصوا واحد اتنين تلاتة. هو اه بيديك خمسة من عشر لوقتي. وحش. بس لو اشتغلت معنا واحد اتنين تلاتة هيديني تسعة عشر او عشر او عشر او عشر او عشر او عشر. انا فعلا دي ما يمكن ما شفتاش فماصر غير المدربين ولالين او. اللي هو اللعيب ده. لا تعال ان عطعب معك يا ابني انت تستاهل ولو تعبت معك هتوصل حاجة حاجة بيدي. بالزبط زي كمان مرضو. بلان النادة انت عايز ايه يعني. يعني فهم? اه. انت انت هدفك ايه يعني مسلا ارتدت مسلا. هما جابوه سنة بابني الفرقة اتنين. اه. دلوقتي ارسم احسن الفرق. انا اخدوا الدولة خلاص. اه يعني والسنة دي ماشيين اول فانت الاول بتبقى هدفك ايه يعني مسلا. امت كمان? اه. هدفك ايه امت على موضوع? على كم سنة? على كم سنة او اه انا بس ان خسرت ثلاثة اربعة مسيات طبح انا شكرا هت لبعد. طب هو ده كان شغال مع اللعيبة ازاي طب انت جبت مدرب مسلا هو سيستمه هجومي. اللعيبة بقالها خمس شهور بتتمرن على حاجات جبت مدرب عكس ده خالص. ده بتبرج للدنيا. فهنا بحس برضو الادارات عليها عامل مهم. ولازم يبقى فيه مسلا حاجة السنة دي احنا هنعمل ايه السنة دي فهم? هو لا احنا بنمشي بالقطعة فهم? مدربين طبعا يعني مسلا مدرب ارتيتا بالمقاييسة المصرية كان زمنه ميشي. كان زمنه ميشي فعلا. وشبع ما شانك. بالزبط. برا الامل او يعني في مصر يعني. مين مسلا احسن مدرب? انت بتعملتش مع مدربين كتير? تعاملت والله. تعاملت مع خمسة ستة. مين اكتر مدرب حاسته ان هو يعني في شوية قصة دي عنده سادي يتعب مع اللعيب وعنده يعني استعراض ان هو كان ممكن معاه الامور تبقى كويسة. والله اتمرنت مع مدربين كويسين يعني. بس اا اا اكتر اشوف كابتن اهاب اا. والله. عنده حاجة صراحة. في المنتخت. اا. انت اللعبت معهم يعني انت معلت مع عشرة ايام مسلا. بس اا الا الل ما حكامتش معامل عشرة ايام بس حكامت معامل تجاربه كلها يعني. اا من اللي انت شايفه. قدي ايه الفرقة بتاعته بتبقى ليها سيستم. بتطور. كذبين خسران. قدي ايه تطور لعيبة. قدي ايه فد لعيبة كتير اوي في مدربين كتير ومن تقربتك انت بقى هنا اه في مصر يعني اه اتمرنت مع عقبتن حسام عقبتن حمد صدي عقبتن رضا قصدي قصدي مين بقى في دول اللي هو يعني والله يعني كل واحد ليه طريقه ليه سيستمو لا بس دول يعني مكلماتك عالمصريين انت اه 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 المصريين انا خلان من تقربتك عموما بس تماما عايز تقسمها كده ماشي يعني تماما يعني كل واحد بيبقى ليه سريقة يعني مثلا اتمرنت مع جريد وبسير ومارتنيول وكارترول كل واحد ليه مدراسة مختلفة وكل واحد ليه سيستم مختلفة بس مين لقم واحد ما غير ما تفكر في دول في الاجانب دول اه لا بالنسبة لي بسير اه اه اوكي طيب اه وانت في الاهل خلاص جالك ملل شوية او بدأت تخاف ان انت الوقت بيعدي بك وما بتلعبش فقلت هتروح اعارة فطبعا كان جونة جونة كان وقتها برضو اه لسه صاعد اعتقد وكان في وضعية في يناير مش افضل حاجة وفعمل شروع كده جامدة فوقت الدنيا اه وكان اه كابتن نادر شوقي طبعا كان هو المدير التنفيجي للنادي و اه وحصلت الاعار الدنيا دي مشت ازاي تفتح معاك الموضوع ازاي و ازاي خدت الخطوة دي لان هي خطوة برضو اه يعني تيالي صعبة يعني مش ان انت تتوافق برضو او حاجة ازاي كده وضاي وقتها كان اه خلص ان اكررت اطلع فكدت بفاضل بين كزا نادر اه 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 قابطن حسام غيري يراح اه 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 لجونة فلما يكلمني كان كان فرقة وقتها الاخير في الدور يعني وقال انت هتيتلعب معنا الست شهور واحنا هدفنا اللي احنا نقض ونقدي بشكل كويس. وهنا رايان عليه كنتو كشباب يعني نجيب كزا حد. وروحنا وعملنا ست شهور كويسين. وهققنا الترجل الاول. كنت انا رايان اكرم. اه جزار. اه. احمد ياشا رايان واكرم توفيق وجزار. مدافع. اه. اوكي. كنتم اللي مراحين من الاهل ليه? يقول له اهل بيه. اه. بزبط. بزبط. بس فقدونا مساحتنا في الملعب واحنا قدرنا ننفيدهم يعني ست شهور دول وقعدنا في الدوري وبعد كده. الدنيا مشت تمامي يعني لما رجعت النادي. اه خلاص بقى انا يا هكمل يا هطلع يعني. يا هتتباع. اه يا هتتباع. فقلت لهم خلاص انا لو. يعني مش. انا وانتو مش عايزيني في النادي انا هروح الجونة. طب. طب ليه ومش ليه. طبا مش عايزيني فخلاص انا هروح الجونة. اوكي. كان في كزا حوارات بقى. هو بقى دي طبعا برضو انا عارف كويس ويمكن الناس كلها عارف ان كان وقتها عرض البيع النهائي عرض من الجونة وعرض من بيراميز. وعرض من بيراميز يعني وانا نايم فبتنا عارف انه اكيد اعلى من جونة يعني. يا فهم ايه. فازاي احمد يختار الجونة على كان وقتها يعني اه معروف ان ان قالك ان وقتها عند النادي الاهل ايه. كابت النادي الاشاوي قاعد ومضوح ايد قاعد. يعني فيه تنافس على الصفقة دي يعني. وضع يعني عمري ما حسبتها فلوس. قد ما حسبتها اللي انا عايز ادور من نفسي كلعيب واللما انت بقى كويس او في الكرة كل حاجة هجي لك. يعني الكرة هجيب لك كل حاجة. فانا اخترت المكان اللي انا كنت مرتاح فيه واللي هيساعدني اللي انا اخرج بعد كده. تخرج اوروب. اه او بره يعني. اه. اوكي. انت حاسيت ان اللعب اصعب وبالتالي سفر اصعب طلباته ممكن تبقى اكتر يعني الطريق بتاع خروج هيبقى اصعب. بالزبط فانا بسطلها من النقطة دي وبسطلها اللي انا هبقى موجود دايما في الملعب بصفة مستمرة. بلعب كتير. اه. لما بتلعب كتير بتطلع كل اللي عندك. فهيبقى قدامك مساحة كبيرة او اللي انت تظهر بشكل كويس. ومن خلال انا كنت في الوقت ده كان كابتال حساب البديد مسك للمنتخب. وكنت هروح للمنتخب بس حصلت الكورونا بقى لما. اه. وعدينا بقى بشكل كويس. اخترت اللي انا اروح الجونا الصراحة يعني. النادر اللي كان عنده مسلا افضلية في عرض افضل مسلا من عرض او كده. اه. يعني ده كان قراري وقتها قلت لهم بدلا انا اخرج انا اخرج للمكان اللي انا عايز اخرج منه اخرج لي. يعني مش مش هروح مكان. اه. يعني انا في الوقت ده عايز اروح الجونا الصراحة. قررت لنا اروح الجونا. اوكي. والاهلي كان اوكي مع العرضين. اهم خلصوا الديل بقى مع الجونا يعني. كان وقتها كابتال حساب كابتال حساب ونادر شوين. كابتال حساب غالي. اه. اوكي اه. اللي دور حساب غالي برضو في في الاقناع مسلا او ان هو شدك ان انت تروح. اه بالزبط يعني يعني اه. يعني اه. ابتال حساب خبرات كبيرة في القورة وفاهم ولاي ببرة واحتك وكان بيهياء لك الاجواء يعني اللي انت تشتغل في جو مناسب. بس بيتغطك برضو. بس يعني. لان هي دي طبيعته. لان هي دي طبيعته. ده في الكورة صح يعني انت مش موظف اه هروح اشتغل وارجع له وعايزك كل يوم تبقى فيه جديد تتطور اه. هو عايزك تعمل اللي انت قلته. يعني انه هو انت تعيش حياة بتاع تلاقيه بكورة طول الوقت. بالزبط اه. ممكن وقتها مسلا بقلة خبرة وبتاع ما تضايقتش مسلا. يعني يعني في احيانا بسمع قصص انه لا اه حساب غالي خاني الدنيا زادا عن لزوم. مسلا يعني. اه وساعات بسمع انه لا ده هو ده الصح. بسمع القصتين. بص هو جيد نظر انا. يا لأ. يعني لأ خالص يعني. يعني هو كان بعد معي مسلا بعد تمارين نص ساعة ساعة ويدي اتكلم وادي وهنعمل وهنسوي ونعمل في فري و ويفيدك بالكلام والخبرات اللي هو عدى بيها. ممكن وقتها انت كشاب مش عارف يعني. فكيني بقى شوية يعني. مش عارف ايه بس لا هو هو بيكلمك في الصح هو بيكلمك في الحقيقة هو عايز مصلحتك. يعني برة اي حاجة هو عايز مصلحت عايزك تنجح نجاح ده يعود للنيدة يعود عليها يعود اول حاجة ليك. بالزبط. فبشوف لا يعني. فادك? لأ فادني كتير اهو يعني. ايه اللي استفدتم من تجربة يعني سنة ونص صح? اه قدت سنة ونص وبعد كده بقى. وبعد كده طلعت. خلال السنة ونص دول مرته بمدربين كتير. احكي لي كده الدنيا كانت عاملة. اول ست شهور رحنا مع كان موجود كابتن حمادة. كابتن حمادة الصدقي. كابتن حمادة الصدقي. وبعد كده بالنهاية السنة كابتن رديدها شحاتها منسك مطشين. وآآ جابوا مدرب صربي نيبوشة. نيبوشة. اه. اعملنا فقط اعداد كويسة. اللي هي في سلوفينيا. اه في سلوفينيا والفرقة كان كويسة جدا. جمع في الدوري اول اربع مطشيات الدنيا مش ماشي خالص ايه. نخسر واحد. خسرنا ثلاث مطشيات وتعدلنا مطش اوه. فطبعا الخسائر اه اكرره اللي هو يمشي وخسرنا برضو في اه كاس مازر. كملارب كويس? كان ترينا كويس بس ككوتش مكوتش بحسه كوتش جامد يعني. نفس الكلمة اللي عموري قالها بالملي. مدرب كويس بس كفي المطشاط. اه يعني انت بتتمرر معا كويس جدا. بس في المطشاط يعني مش مش نفسه انت بتتمرر عليه في المطشاط بتعمله في الملعن. في دروب كده بحصل. بس انت ما كنتش حبه فترة دي. من اللي جالي يعني ان انت كنت تجيتش في الاخر كده في التمرين مش عارف ايه. زهق كان في زهق شوية. هو لما بتخسر بقى في حالة الزهق زي دي الوقتها كان فيه تموح كبير للنادي كان النادي عمل صفقات وجاب العيبة وآآ. ويالله بقى نفنش فوق وبتاع. فانت بتخسر بتخسر بتخسر. بتخسر بتخسر فحصل شوية. بس بعد كده بقى كابتل ريدا جيه فترة كسمنا بيرمز وكسمنا الجيش وكسمنا اربع خمس مطشات وربعا. بعد كده جابوا مدير فني آآ بيدرو. مشاعد منو الجزئة الزمان. اه. اه بيدرو بارني. اه بالزبط. اه. وبعد كده بقى حصلت الكورونا ورجعنا لعبنا بقى لها المطشات كل تلات ايام وكده. اوكي. استمتعت بقى بكمل مطشات كنت محتاجه انت. اه بالزبط اه. في الفترة دي بقى انت انا انا عايز هلعب يا بقى. اه جعان. اه. 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 كنت بعمل اي حاجة اللي انا بقى موجود في الملعب. عندي حاجة بسيطة لان انا دوس على النفس والعب. والله. اه. اه. فمشيت كويس. والسنة التانية في الجنة مكيبتش النتائج احسن حاجة. بس انا كنت اه. عن مستوى الفردي. عن مستوى الفردي كنت ماشي معهم كويس يعني. اوكي. اه. في نهايتها بقى بدأت مسلا تبقى يعني ايه الاحتراف مسلا الدنيا كنت ماشي ازاي. اه. كان جالي وقت كورونا كده كان كل اندية بقى انا كنت اعمل حسابي اللي انا هلعب سنة وخلص هطلع وحصل بقى كورونا. اه. فكل اندية طبعا الفلوس عندها عجزت وكده فجالي عارض من روبين كزان. اه. الروسي. الروسي. اه. وقتها بقى يعني انا كنت طمعا بقى في اللي هو انا جيت وجيت وانت تهبطوا وجيت اه ساعدتوا. اه. ساعدوني بقى. بقى حصل بقى دروب وكده. وبعد كده الدنيا تحلت يعني. بعد كده اجابت النادر واه. وقابت حساب خرجوا من النادي ميشي من نادي يعني. وجي حساب الزناتي. اه. بدأت الموسم معهم. كنت لها كالي كورونا بقى في فترة دي. جاء لك انت كورونا. اه. بقى كده رجعت اه. كان فرقة بقى ماشية كويسة وسبيتوا كابتال ريدا هو المدير الفني. لقبت معهم سبع خمس مواطشيات مسلا. جبت تلات جوان وبعد كده جالي اللي هو العرض اللي هو من اه. مونريال. اه. بصراحة يعني اه حساب الزناتي يعني اشكره جدا ساعدني في اللي هو كابتال ريدا وكان مسئولين وقتها في الجونة يعني مش عايزة انسى اي حد وكان حصري. قالوا يا احنا عارفينك وانت فت النادي. وعارفين ده حلمك يعني احنا مش هنواف معاك. المفاوضة ما خدتش اسبوعي اسبوعين والدنيا مشت يعني. رحت اعارة الاول. رحت اعارة وبشان توباي وبعد كده بعد السنة الاولى انا كنت شغال كويس بعد كده هم مشتروني. وبعد كده الدنيا مشت بعد تلات سنة. اوكي. فكرة الارقام. الناس دائما متحب الارقام يعني. كان اه 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 اعارة مية وخمسين. اه. والاوبشان كان مليون وحاجة يعني. اوكي. يعني يعني كان نوعا ما متساهلين يعني. اه يعني كانت الارقام كويسة ومتساهلين ويعني الارقام بالنسبة للجونة كويسة يعني. طب اتبيه واحد بالرقم ده. انت عارف في مصر يعني ايه ده مليون? لا تلاتة معلش. ثلاثة ستة. يعني. او 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 انا بقول لك انا بشكر حسام في النقطة دي. لان انا برضو جالي كازا حاجة قبل كده. اه لا لا احنا شايفينك اعلى من كده طب يا جماعة طيب. انت لابني مش عارش من نفسك يا ابني. الناس من انا عايز اتروح بريمال ليج على طب. احنا بنعززك بس عشان تروح اجابده. بتاعي. اه. ويتلاقي لدوني اطبوزة عليك وتفضل يعني. مين اصلا على مدار الكيرو بتاعك كده مين مين اندية طلبتك عمتني يعني مسلا اه تقول جالك كازا حاجة. يعني كده كان روبين كزان انا اتكلم. اه. براجة في يوم الايام ودونيزي. اه. سبحان الله. ما كنت اروح روبين كزان بعد كده حصلت الحرب ولا. اه. ما الواحد مبقاش عارف الخير بقى وقتها دي. اه. مستحيل. هو انت لما بتبقى رجلك في الملعب الدنيا بتبقى سهلة اي حاجة جيه لك. انا مش اه. الملعب براولتك بيجيب لك كل حاجة. وبالذات انت وقتها بسنه صغير فالناس بتاخد ريزك يعني. هنجيبه يتطور فنستثمر فيه انتع. عنديت اروبا كلها الكرة بالنسبة لها بزنس يعني. بزنس يعني. نجيب بجنيه ببعشرة بعد سنة بعد اتنين. هو مش مكلفة حاجة لعيب افريكي يعني مرتب وقت دي. فبزنس يعني. طيب دلوقتي بقى في نهاية طبعا الفترة بتاعتك في في امريكا. كده الفترة الاحتراف خلصت. انت دلوقتي فري واحنا احنا في ديسمبر. عندنا لسه ديسمبر كله قبل ما الخد يفتح. البلام بتاعتك ايه? وبتتكلم مع وكيلك اه في ايه يعني. وهو رجل طبعا علاقاته بمتاحشة في اوروبا يعني. والله انا يعني بحاول اه اوصل ينادي اه يبقى مؤمن بكدراتي ويزودني ويبقى احسن خيار ليه في الوقت ده يعني. فانا ما خدتش اي قرار لسه الوقتي لسه برضو بتكلم معا ايه الاوبشن اللي هيبقى قدامنا وايه المكان ده يبقى احسن في ايه والمكان ده يبقى احسن في ايه. سيسا ما قررتش هروح فينا. وبرضو لازم فيش اي حاجة رسمية مية في المية يعني اللي هو عرضي قدامك رسمي مية في المية. بس كله كلام كلام. بدون بدون افشق اسرار يعني مش عزك تقولي حاجة مش مش بفوته قولها. بس مسلا الكلام على بلاد مسلا معينة اه وقالك ممكن يكون وارد نروح بلد كزا وارد نروح كزا وارد مصر. بس وارد كل الاحتمالات انا مش يعني ممكن مسلا النهاردة يبقى في اه مكان معين بكرا يظهر لي مكان احسن فانا اروحي للمكان الاحسن. مفيش حاجة قدامي دلوقتي مليون في المية او مفيش حد يكلمني وانا خلاص خلصت معين. بس كل حاجة متحق قدامي فانا هختار الحاجة اللي تريحني يعني. او اللي تبقى مناسبة لي يعني في الوقت ده. وانت برا مسلا في خلال فترة امريكا دي قبل كده اتكلموا معاك مسلا حد من النادي الاهلي على الرجوع الزمالك على الرجوع مثلا النقاش ده وتفتح. ودلوقتي اكيد مفتوح دلوقتي تفريه يعني. ودلوقتي كان بيبقى كلام يعني مش يعني مفيش عروض رسمية وراحت للنادي لانا كنت طب ورتبط بعقد. بس كله كلام 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 كلام. اه عارف انت اللي هو طبيب تعالى طب مش عارف كده بس كعرض رسمي تقدم للنادي لا مفيش حاجة رسمية. طب ودلوقتي بقى في مصر الاختيارات طبعا تفتحت. اه يعني كل ودلوقتي بيكلمك بقى انت فريه طب اه انا حابين انت بقى موجود معانا كلام من ده بس ما يعني فيش حاجة رسمية. اكيد في حاجة رسمية دلوقتي يا مصر الدرجات دي يعني انت راجل فريه يعني. 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 اه اه. ولا انت اللي مأجل. مش قصت مأجل بس قصت اللي هو اه في ناس بتكلمك بس انت لسه بتفاضل ايه المناسب ليك. يعني. قد لمك لغيت واحد واحد دمكة عشرين يوم يعني. تقدر تفكر فيه وتقدر ممكن يجي لك حاجة احسن. فان شاء الله ربنا يكرمني بحاجة تكون مناسبة ليه يعني. وابقى مرتاح فيها واقدر اطلع كل اللي نفس فيه يعني. لو لو رجعت لمصر يعني بما انه ده انت تقول كل شيء وارد يعني. بتدور على ايه? وانا اقول لك هو. لا لا انا مش مش باخد منك مش بانتزع منك اسم نادي. بس انا بجد يعني بتدور على ايه? او اكيد اكيد انا نفسي اسألك اقول لك ايه الاقرب. بس انا فاهم ان دي ما لا مش هتخد مش هتخد منها ايجاب. بس بتدور على ايه في ناس. كل حاجة اه يعني انا عايز اروح نادي مستقرر هادي. اه بتروح نادي يقدر من خلاله يزهرك. بس انا ما كررتش اللي انا هرجع. اه. فلسه لغاية دلوقتي انا ممكن اه. ممكن يجي لي حاجة فانا خلاص تاني يوم هشلم شنطتي واروح النادي ده فا. او اولويتك بر. اولويته اه بر يعني. فعلا? اه. ولا ولا عندك حتة اللي هو يعني مرهق من الغولبة. لا 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 خالص. فعلا? انا لسه عايز اتعى فكتر. اه. يعني لو لو حصل انك رجعت مصر هيبقى انه ان الاختيارات اللي بره ما كانتش اه. يعني ممش عشان انت عايز ترجع. عشان 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 ما كانش ده كانش اختيارات بره يعني مناسبة. ما كانتش احسن حقيقا وكنت تروح مكان بره هو ما يفيدكش او ما يساعدكش او في دورة اقل او 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 حاجات كتيرة يعني. بس انا عايز اروح مكان يوفرك البيئة اللي انت تظهر بها بشكل مليون في المية يعني تظهر بها بشكل كويس يعني. اخر حاجة يعني الخبراتك بقى الاخرينية بزاد كمان انت راس سنين الاخيرة. لعب هنا وبعاكده سفر. ايه الحاجات اللي انت اه بتقولها مسلا اللعيب صغير او اه المفاتيح يعني من الاخر. والله انا لسه اتغير باتك. اه 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 اه. اش هننظر على اللعيبة الصغيرة. لا انت تغير بس انت بس انت يعني دلوقتي عملت حق يعني. بس يعني اه كل يوم في حياتك اتعلم يعني اتعلم حاجة جديدة من السيرش عن حاجات اه اطور من نفسك يوم عن يوم. اه ما توقفش عند حاجة وتقول خلاص انا كده وصلت لا خلي يوم عندك حاجة جديدة تحدي جديد. بس يعني اه احاول تدور في شخصيتك في اه في سلوب حياتك في طريقة تمرينك في طريقة تفكيرك للامور. اه دي حاجات كتيرة يعني لعب الكورة برضو ببقى محتاجة الشخصية دي هوف. بتزهر على لعيبة كتير في الملعب لبقى عنده شخصية. اه يتعامل مع المشاكل ازاي. الحاجات دي بتفرق يعني. بس. بالمناسبة برضو اللعب بجمهور ده فرق في شخصيتك برضو تقليل اه بالزبط اه. صعبة ولا ولا يعني ممتعة. يعني انا لما كنت بلعب هنا والملايف فاضية ايه ده مفيش بس الاهات والتشجيع او اه وانت خسران والناس ازاي بتشجعك توصل او انت كسبان او جبت الجون بتحتفل معهم. الحاجات دي ها دي كورة يعني مش اه يعني هنا احنا محرومين من الحاجات دي الصراحة يعني. هو عد ايه زمان الواحد كان بيشوف يعني انا كنت بروح للستادي يعني بتفرج مثلا. مستكرة معفول اهل وزمالك. عد ايه التقاط بتطلع من اللعيب افهم? اه. تعلي الليفل عمتها. بالزبط اه يعني فهم? بتحس في حد بي بيكايمك في اللحظة بلحظة يعني. وليها عيوب برضو ولا ولا ملهاش عيوب بالنسبة لك يعني مميزاتها بتتغلب على عيوبها? انا بالنسبة لي اه لا ملهاش عيوب. العيوب بقى اللي هو ماشي بقى انت مركز بقى. من اوقات الصعبة بقى. لا لا انت مركز بقى كلام السوشال ميديا والناس والناس بتبعث لك وعلى تويتر مش عارف على الانستجرام مش عارف ايه كلام ده ترياء الحاجات دي. لو انت ركزت عليها بخلاص هتاتبك. بس عيوب الكورة العالم كله في الكورة وخناية مع اللعيبة دفو عليك حاجة. كلام من ده هي ده الكورة. ايه. بس دربيهات مسلا انت راح تلعب في مدينة والجمهور في شماريخ كلام من ده. يعني انت لو ملاقش في العقوق دي خلاص يعني نلعب بها خماسة يعني. ايه بس وضع انت عايز تكمل برا فعلا يعني. وانا اتمنى لك والله انت تكمل برا لان اكيد يعني موالبتك بسم الله ان شاء الله يعني تناسب انها كمان كمنتخب وكده يعني بقليك دور باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا نورتني وتاني بشكرك ان انت جيت في توقيت طبعا انا عارف انه مهم وحساس يعني. فبشكرك شكرا جزيلا ويا رب ان شاء الله الايام اللي جاية تشيرلك اخبار اه جميلة وتكون انت مستنيها باذن الله. ايها برحمن وانا كنت مبسوط والله اللي انا معك وابسوط من الحلقة والكلام وتتكلم مع شخص فاهم ووعي. واتمنى لك من نجاح لنجاح ان شاء الله وتبقى وشك خير علي يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اه يعني دي كانت حلقة النهاردة من جول كار زي ما بقول الحلقة مختلفة يعني ودي اول مرة او من المرات القليلة مش اول مرة. ان احنا نعم نحوار مع لعب حالي وفي البيك يعني من شاء الله وان شاء الله كمان اللي جاي يبقى احسن واحسن لأحمد حمد. دي كانت حلقتنا وان شاء الله نشوفكم في حلقات جاية وضيوف اخرين مميزين في جول كاست. سلام عليكم.